طيب اتمنى اتمنى ان يبقى اختيار تاقم التحكيم على مستوى جيد وعالي لانه احنا الفترة اللي فاتت نبتنكلمش غير على التحكيم فقط لانه ماينفعش يكون تاقم تحكيم مش على قوة المباراة القوة الفنية للمباراة لانها مباراة مصيرية بين فريقين بيتنفسه على حجز او على الفوز بهذه البطولة فماينفعش تروح تجيب لي حكم من درجة يعني حكم قليل فعشان كده بقول لحضراتكم التفكير رايح للأسبان او البرتغاليين اكتر او حكام القمة اللي ما تلعبتش وده انا قلته لحضراتكم قبل كده ولكن خلونا ننتظر للبكرة او بعده عشان نعلن لحضراتكم بشكل رسمي من طاقم التحكيم ولكن يجب ان يكون الاختيار جيد